على هامش اجتماعات الدورة السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمع سعادة الدكتور عبدالاطيب بن رشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع سعادة السيد فؤاد حسين وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة وجرى خلال الاجتماع استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية العراق وسبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك